كيف يمكن توصيف هذه القرارات؟ طبعاً هذه الجمعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وهي تسعى إلى تدمير العملية التعليمية بشكل كبير وما هذه القرارات إلا تكريس لعملة الانفصال بشكل ممنهج لاختلاف التعليم في مناطق شرعية عن التعليم في مناطق سيطرة العوذيين وهي تعمل قرارات غير متروسة بشكل مستمر سواء في الجانب التعليمي أو في الجانب الأخرى الهدف الأساسي من هذه القرارات هو تدمير العملية التعليمية تنفير الطلاب من الاتحاق بالمدارس سواء في التعليم العام أو في التعليم الجامعي وأبناءنا تسربوا من المدارس بشكل كبير في الفترة الماضية ما يقارب 2.8 مليون وهذا رقم كبير وخطير له أثره الكبير على المجتمع المحلي وعلى المجتمع الإقليمي إلا ما يتم السيطرة على هذا الرقم وإعادته إلى المدارس بشكل أو بآخر من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل المنظمات الإنسانية التي تعمل في جوانب العملية التعليمية مثل هذه القرارات الغير مدروسة بناء على توجيهات المجلس السياسي الحوثي الذي وجه باستخدام التقويم الهجري بدلا عن التقويم الميلادي فهم يعملون على ذلك ولم يراعوا وضع المدارس لم يراعوا الوضع المناخي الخاص بالطلاب لم يراعوا الوضع المادي الخاص بأولياء الأمور فأولياء الأمور لا يستطيعون توفير المواصلات لأبنائهم لا يستطيعون توفير مبالغ مالية للمواصلات ذهابا وإيابا خاصة الطلاب في سن الصغر وخاصة في مناطق المناطق الصحراوية المناطق الساحلية التي تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة وبالتالي لن يكون هناك مقدور لأبناء الطلاب داخل الفصل الذي يأخذ في هذه الفترة أكثر من 50 إلى 70 طالب إضافة إلى أن قدرات المعلم النفسية وقدراتها أيضا لمواجهة هذا المناخ ظروف صعبة جدا فمعلمين لم يستلموا رواتبهم منذ ثمان سنوات أضف إلى ذلك أن لديهم صندوق أنشئ لدعم التعليم منذ 2019 يجب إليه كثير من الأموال ولم يعطى معلميهم إلا الفتات من هذا صندوق لدعم التعليم لدعم التعليم نعم أنشئ في 2019 في مناطق صدرة الحوثي تجب إليه ملايين أو مئات الملايين ولم يصل المعلمين إلى الفتات نصف راتب في شهر 6 ونصف راتب في شهر 12 ومعظم معلمين صامدين في هذه المدارس إما لأسباب بطنية وإما للحفاظ على وظائفهم من الفصل والتبديل من قبل هذه الجماعة فالجماعة تمارس قرارات خطيرة جدا تأثير هذه القرارات على العملية التعليمية؟ بدون شك أن المخرجات ستكون هزيلة جدا لن يكون هناك أداء جيد للمعلمين لن يكون هناك استقبال للمعلومة من قبل الطلاب في وضع حر شديد ومتعب يؤدي إلى مخرجات هزيلة جدا وهم هدفهم ذلك يسيطرون على جيل جاهل من أجل دورات ثقافية في أماكن تواجدهم وبالتالي أزج بها وحشل بها جبهات القتال وهذا هو هدفهم الأساسي من أجل السيطرة على البلاد وتحقيق هدفهم الأساسي ولاية البطنية يعني تقصد دكتور هناك أهداف مباشرة وأهداف غير مباشرة يعني من ضمن الأهداف غير مباشرة أنه يعني الطالب يتسرب من العملية التعليمية وبالتالي هم يستقطبوا على طول للجمهة نعم عندما يتسرب الأبناء ويتجهون إلى الشوارع هم يتسيدوا حول الأبناء لإدخالهم دورات ثقافية مقابل إما السلال الغذائية أو مقابل مبالغ زيذه جدا لحشوا أفكار هؤلاء الطلاب وبالتالي حشدهم إلى الجبهات ولم يكتفوا بالتعليم العام وإنما توجهوا إلى التعليم العالي فهم اليوم يرفعون الرسوم الدراسية في الجامعات إلى 27 ألف دولار وصل في جامعة دمر وتدفع دفعه واحدة لكلية الطب من يستطيع دفع هذه المبالغ وصل بهم لحد إلى أن يهربوا الطلاب أو لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات فجامعة دمر هذا العام وصل عدد طلابها إلى 45 طالب على غير العادة طبعا على غير العادة وتحدث أبناء محافظة دمر عن ذلك كان في أقسام بعض الكليات في جامعة دمر وصل العدد بهم إلى 500 طالب وطالب في السنوات الماضية اليوم الجامعة بأكملها وصل الحد إلى 45 طالب ونزلوا من المعدل المطلوب ولم يلتحقوا الطلاب وحاولوا يعملوا مغريات أخرى لم يسرع طلاب الالتحاد بسبب الرسوم الباهظة هو أيضا حشوا الجامعة بأساتذة سلاليين طائفيين ينفرون الطلاب من العملية التعليمية هذا يؤثر أيضا على المستقبل بالضبط هذا كل التدمير بالتالي افترض تكاتف الجميع لإيقاف كل هذا العبث بالضبط لا بد أن يكون نحن في وزارة التربية والتعليم الشرعية خاطبنا كثير من منظمات مثل اليونسكو والأليكسو والمنظمات المعنية واليونسف المنظمات المعنية بالطفولة خاطبناهم لعمل شيء في هذه المناطق ولكن هذه الجماعة لا تؤمن لا بالحوار ولا بالقرارات ولا بالاتفاقيات وبالتالي العمل معها غير مجد مطلقا لا لا ترجمة نانسي قليل